عذبوه وشجوا رأسه وقطعوا إحدى خصياتيه وتركوه لا يقوى على السير أو الوقوف إنها واحدة من أشكال التعذيب الرهيبة في سجون الميليشيا الحوثية ضحيتها المواطن نشوان مقبل الذي عاد منذ أسبوع إلى أسرته بعد عام وثمانية أشهر من اعتقاله في معتقل الميليشيا بمدينة الصالح في تعز نشوان خرج للبحث عن عمل في مدينة القاعدة كان يعمل على تنظيف السيارات قبل أن تختطفه ميليشيا الحوثي دون تهمة طلبوا منه المشاركة معهم في القتال لكنه رفض فزجوا به في السجن لسنة وثمانية أشهر ثم أفرجوا عنه مقابل فدية مالية قدرها 300 ألف ريال دفعها أحد المتبرعين لكن نشوان لم يعد بخير كما ذهب ترك التعذيب في جسده آثارا بالغة فحالته تزداد سوءا جراء التعذيب وكما يبدو فإنه سيفقد وظائف الكبد لقد عذبوه داخل السجن وتبدو آثار التعذيب في رأسه وقدمه كما بتروا إحدى خصيته وتركوه جثة حية فاقدة للكثير من الوظائف نشوان واحد من مئات بل الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرا في السجون وأقبية الميليشيا يتعرضون لتعذيب وحشي وقمع ممنهج ويخرجون بأجسام مشلولة وأجساد معاقة آلاف المدنيين اعتقلتهم ميليشيا الإنقلاب بتهم ملفقة أحيانا ودون اتهامات في الغالب أو دعتهم ميليشيا الحوثي سجونها في العاصمة صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتها بعضهم كانت تتهمهم أنهم رفضوا الحرب في صفوفها وآخرون لمجرد الاشتباه في رفضهم الإنقلاب والحرب نشوان صورة تفضح للعالم ما يحدث في أقبية الميليشيا وتنقل للمبعوث الأممي والمتحاولين في السويد فكرة عن الجحيم الذي يعيشه اليمنيون في عهد الحوثي وقد تضع حداً لواحدة من أكثر القضايا الإنسانية والحقوقية المؤرقة للضمير الإنساني اشتركوا في القناة